بتمنى وعندي أمل أنه تدعموني عن طريق الضغط على زر شكراً أو تدعموني وتدعموا القناة كي أستمر بتقديم المزيد من الحلقة أكثر رجل يجعل المرأة تلاحقه بشوق واشتياق دائم هو الرجل الذي طبعاً رح إحكي عنه ورح قول شو صفاته ورح قول شو التصرفات اللي لازم يتصرفها مع نفسه أولاً ومع المرأة تانياً وأيضاً رح إحكي عن أعمار مختلفة للمرأة يعني تيري بيوصلني عن الثلاثينية والأربعينية بالنسبة للمرأة الثلاثينية والأربعينية أهم شيء ما تسألك كم عمرك وحتى إذا كانت تمبيني عمرة الحقيقة وحتى إذا كانت تمبيني أكبر من عمرة فحاول دائماً إنك يعني تعطي عمر أقل من اللي أنت شايف وهلأ ممكن في كتير نساء يقولوا نحن ما بتفرق معنا وبالفعل هناك نساء ما بيفرق معن هيدا الموضوع ولكن دائماً تفضل إنك ما تسألها عن عمرة وإذا هي من تلقاء نفسها قالت شو عمرة فدايماً إلا مبيني أصغر من هاك تاني سلوك لازم تتصرفه لهو صحيح نحن بحاجة للمجاملة ولبعض الغزل ولكن مش الكذب ومش المبالغة لأنه المرأة زكية وبتعرف إذا أنت عم بتبالغ أو عم تكذب لحتى توصل لغايات معينة فأهم شيء المصداقية والموضوعية مع بعض المجاملات الكتير خفيفة مش المبالغ فيها يعني مثلاً إذا قالت لك هي عمرة 35 ما تروح وتقلم بيني 25 خاصة إذا كانت هي بالفعل مبيني 35 أو ربما أكبر فما تروح تقلم بيني 25 لأنه رح تبين مبالغ فيك تقلمها والله فكرت عمرك 33 أو 32 يعني بشكل بسيط مش بشكل مبالغ فيك تانياً كتير بيوصلني إنه المرأة المطلقة وخاصة المرأة الأربعينية كيف منجذبها وكيف منشدها خليني أقول المرأة المطلقة والمرأة الأربعينية كل إمرأة فيه إلى شخصيتها يعني أنا هلأ ما فيني أحكي صفات عامة لأن هناك فروقات فردية مثل ما الرجل بيختلف بين شخص والتاني أيضاً عند المرأة مش كل النساء مثل بعض ولكن فيه نقطة عامة بدي أولى خاصة إذا المرأة محترمة ومشكل هدفها المال والمادة إذا هدفها المال والمادة هيدا موضوع تاني مش عم نحكي عنه هلأ إذا هي محترمة وكل هدفها بالفعل شخص صادق ومخلص فأهم شغلة الالتزام أولاً إنك تكون ملتزم بكلامك ما ومش عم تعمل علاقة رمادية ومش عم بتفهمها شو بدك أنت من العلاقة لأنه المرأة بهيدا العمر وإذا كانت محترمة برجع وبشدد هيدا الصفات عن المرأة المحترمة المش مصلحية مش استغلالية هي كل همه هون الالتزام وإنك تعمل تعطيها كلمة وإنك تلتزم فيها وتكون صادق زائد مش معناها إنه نكون صادقين وملتزمين إنه ما نهتم خلص مهم أنا صادق لا أيضاً الاهتمام للمرأة المطلقة أو الأربعينية هو يعني غالي على قلبها أكتر من الحب والرومانسية أوكي قد تميل بعدها إلى الحب والرومانسية ولكن الاهتمام بأثر فيها أكتر كيف يعني الاهتمام؟ يعني إنك تهتم بالتفاصيل اللي ممكن أي شخص ما يهتم إنه يسمع له أو تقعد تتحاور معك أو يعني تعطيه من وقتك مش إنك مشغول طوال الوقت وعم تقضي طوال الوقت في العمل لا وهيدي الصفة أيضاً على جميع أنواع النساء والعشرينية ما حتقدر تستحمل غيابك الطويل أو إنشغالك الدائم ثالث نقطة كتير مهمة وهي أهم نقطة رح نحكي عنا اليوم ألا وهي لما تتجاهلك هيد المرأة شو ما كان عمره وشو ما كان وضع الاجتماعي فلما تتجاهلك وتتكبر عليك من دون سبب ومن دون ما تكون أنت غلطان بحقه فأهم شي إنك ما تلحقه وما تترجاهها ولا تعطبه ولا تظهر غضبك أو عصبيتك ولا حتى تعطبه أو تطلب منه الاهتمام هون أهم شي تتعامل مع هيدا التجاهل وهيدا التكبر بالمثل يعني كأنك أنت مش ملاحظ خاصة إذا تأكدت إنه عم تتجاهلك عمدا من دون ما أنت تكون أخطأت بحقه فما تلحقها وما تترجاهها وما تطلب منه الاهتمام طيب كيف بتعرف إذا هيدا المرأة متعلقة بك تعلق حب أو تعلق صداقة هالنقطة كتير مهمة خاصة لما تقلك أنت صديقي أو نحنا بس فرينز أو أنت مثل الخية يعني لما تقلك هالأمور وتضيعك فكيف بتميز إذا هي بالفعل متعلقة فيك تعلق حب أو تعلق صداقة هن بالحقيقة ثلاث علامات أول علامة إذا متعلقة فيك تعلق حب فهي بتغار عليك لما تحسك راح تروح عند إمرأة تانية وحتى إذا ما أظهرت غيرتها فهي لما تلاحظ أنت اهتمامك بأي إمرأة تانية بتصير تحاول تترجعك لإلى بطريقة أو بأخرى بينما اللي متعلقة فيك تعلق صداقة أو من دون أي مصلحة لأنك تكون هي يعني عم تستغلك لخدمة أو لمال هيدا الحكي كله ما بينطبق لأن إلنا بالمقدمة هيدا الكلام فقط على المرأة المحترمة فإذا غارت عليك معناتها تعلق حب أما إذا ما غارت ولا اهتمت ولا حاولت تردك فمعناها بالفعل بتعتبرك صديق مش حبيت تانيا لغة الجسد خاصة النظرات بتلاحظ أنه دايما بتلاحقك بنظراته أو لما تكونوا مع بعض وجها لوجهه مش عبر وسائل التواصل أكيد تلاحظ فيه بريق بعيونه أو اتساع حضقة العين تالتا من خلال اللمس وخاصة لما تصافحك أو تسلم عليك فهي بتسلم بإيد ممتلقة مش بأطراف أصابيعة وبتسحب فورا لا بتكون عم بتسلم بحرارة وبطريقة هي قريبة منك جسديا مش عم تعمل حاجز بينك وبينها ومش عم بتسلم عليك هي ومن بعد جسمك وبالنهاية بدي أقول أخطر إمرأة ممكن تدمر حياتك هي المرأة اللي ما بدا تحبك ولكن بنفس الوقت ما بدا تخسرك وكيف بتتعامل مع هايدي المرأة؟ هني ثلاث خطوات أولا الصمت العقابة إنك تتجهل أحيانا وترجع تحكي معها يعني تشد وترخي تختفي وترجع ثانيا استفزازة بالتناقض شو يعني؟ يعني اليوم بتحسسها إنه كتير مهمة ومميزة بالنسبة لإلك وبكرة أو بعض يومين بتحسسها إنه يعني وجودة وغيابة بالنسبة لإلك واحد وإنه أنت مش كتير متمسك فيها ثالثا استفزازة بالغيرة يعني تشعرها إنه أنت عندك كتير معجبات وإنت قادر إنك تتعرف بس بدك على أي إمرأة وأيضا خليها تعرف بالفعل إنه أنت عندك كتير فتيات بينجذبوا لإلك وبالتالي هايدي الغيرة رح تحرك عند المرأة مشاعر معينة خاصة إذا كانت رافضة إنها تحبك ولكن بنفس الوقت ما بدها تخسرك ترجمة نانسي قنع